السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم بيكون درسنا عن الاحتمالات في مادة الاحتمالات قبل ما أبدأ الفيديو قليل يشترك في القناة عشان يصلكم كل جديد من فيديوهات في البداية يكون درسنا عن الاحتمالات كمقدمة وفي الفيديوهات الجاي بيكون عملياتها أمثلة عليها وكل شيء يتضمن الاحتمالات في البداية ما هو الاحتمال عنا حادث يعني مجموعة من الحوادث مثلا أنا بشوف شيء معين من هذا الحادث إذن هذا الشيء المعين من هذا الحادث يسمى احتمال طيب يعني مثل صدفة طيب في البداية عندنا مجموعة كذا مجموعة الاحتمالات بيكون عبارة يا عن أرقام يا عن أحرف يا عن أحداث ونرمز بهذه المجموعة بأحرف لاتينية كبيرة مثلا بسميها A هذا أول شيء عبارة عن المجموعة ثاني الشيء هي العناصر طيب ما هي العناصر مثلا في داخلها إذن هنا الشيء يلي جو المجموعة هو العنصر وبنتعرف على أنواع المجموعات في هذا الدرس عندنا طريقتين لكتابة المجموعة ما هي الطريقة؟ إذن الطريقة الأولى والطريقة الثانية الطريقة الأولى هي عبارة عن طريقة العد أي سرد العناصر أما الطريقة الثانية هي عبارة عن قاعدة قاعدة يعني ذكر صفة مميزة طيب طريقة العد سرد العناصر يكون عندنا أعداد مثلا 2 4 6 7 القاعدة مثلا أبغى أعداد زوجية بحط A يساوي 2X حيث أن X تنتمي لمجموعة الأعداد الحقيقية زوجية كيف يعني؟ هذا هو الشرط يعني كل X بضربه ب2 نجرب 1 ضرب 2 أعطاني 2 2 ضرب 2 أعطاني 4 3 ضرب 2 أعطاني 6 إذن هذه شو؟ أعداد زوجية طيب الحين هذا كل القسم كان عبارة عن طريقة جبريا الحين بنتعرف على طريقة بيانيا ما هي الطريقة البيانية؟ الطريقة البيانية في البداية مو عندنا قوس تمام؟ تمام هذا القوس لنفرض مثلا حطينا لقاط سالب 4 سالب 2 الصفر الأربعة الستة الثمانة في البداية هذه الأقواص المجموعة التي ترونها الآن تصير عبارة عن مربع طيب واسم المجموعة هنا اسم المجموعة تتحول لشكل بيضوي A وهنا نحط مجموعة الأعداد اللي هي عبارة عن الزت الحين كل الأرقام اللي موجودة داخل A بحطها هنا سالب 4 صفر سالب 2 أربعة ستة ثمانة بحط نقاط عشوائية لأن عندنا هنا عدد غير قابل العدد والأرقام اللي هي موجودة في هذه المجموعة بحطها في الخارج مثلا هنا في عندنا رقم سبعة لا بحط سبعة عندنا رقم ثلاثة لا بحط ثلاثة عندنا رقم واحد لا طيب ونحط كمان نقاط لأنه يمكن لدينا عدد لا نهائي جمك الرقم بحط نقطة بهذا الشكل الحين عندنا معلومة نظرية أن عدد كيو وزد ون هدول قابلين للعدد طيب ما هي كيو وما هي ان وما هي زد كيو هي الأعداد الكسرية الان هي الأعداد الطبيعية والزد هي العبارة عن الأعداد الصحيحة الحين نتعرف على أنواع هذه المجموعات إذن أنواع المجموعات في البداية عندنا المجموعة الخالية ما معنى المجموعة الخالية هي يكون رمزها في أو براكتس أي أقواس بدون محتوى في داخلها إذن هذه المجموعة الخالية ثاني قسم أبغى أتكلم عنه المجموعة المنتهية ما معنى المنتهية أي يقبل العد يعني العناصر اللي في داخلها أنا أخطر أعدها طيب مثال عليها عندنا أي 2 4 6 هذه كم عدد فيها 2 1 2 3 3 طيب إذن ثالث مجموعة غير منتهية وماذا أقصد عندي نابي 1 2 4 0 0 0 نقاط إذن غير منتهية أنا ما أعرف كم عدد يوجد هنا رابع قسم اللي هو المجموعة الشاملة ما معنى شاملة يعني تتضمن كل شي مثل شو نشوف عندنا مثلا B 1 2 4 5 6 7 وعندنا المجموعة A 2 4 6 هذه تعتبر المجموعة الشاملة فيها كل شي والA موجودة في B معناتها في عندنا A C B A هو جزء من B هاي اشي يعني تنتمي فيها إذن A موجودة في B الحين لو عندنا مثلا هنا A 2 و3 ومثلا عندي A عبارة عن 3 و2 كأحتمال كأحتمال هدول وحدة يعني شغلة وحدة هاي هي نفسه هاي لا يهم الترتيب المهم لنفس العنصر لا يهم الترتيب أهم شي نفس العنصر الحين تعرفنا بشكل عام عن المجموعات والاحتمالات وبالدس الجاي بنتعرف على العمليات عندنا عميلة لي عمليات وأمثلة وأيضا أشياء أخرى ترجمة نانسي قنقر